موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير الرئيس في الأسد يؤكد أن لقاء جينيف حتى الآن هو مجرد لقاء إعلامي ولا يوجد أي شيء حقيقي في لقاءات جينيف السابقة ديمستورا يقول إن الجولة السادسة من محادثات جينيف ستبدأ يوم السادس عشر من الشهر الجاري وفي الميدان الجيش العربي السوري وسعوا سيطرته في ريف حمصة الشرقين رحبوا بضيف هذه الحلقة الباحث السياسي الدكتور سهيل فرح أهلا ومرحبا بكم دكتور صباح خير لصدر المشاهدين الرحمة لكل شهداء سوريا من عسكريين ومدنيين والشفاء العاجل للجرحة كالعادة دعنا ننطلق من قراءة سريعة للمشهد الميداني دكتور سهيل كيف وجدته خاصة بعد دخول نظام وقف أو تخفيض التوتر حيث التنفيذ طبعا نحن اليوم قراءة للمشهد انعكاسات مباشرة لاتفاق السيتانا على خط المواجهات الساخنة الجيش العربي السوري يقول كلمته في الميدان في محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصر وكل تفرعاتها وبالتالي هناك إنجازات سريعة هناك استحقاقات قادمة لهذا الجيش الكبير الوجهة على ما أعتقد ستكون دير الزور وبالتالي سينجز الجيش كل ما هو مخطط وفق برامج زمنية وسريعة وضربات نوعية بالاتفاق مع القوى الحليفة وبالتالي مناطق خفض التوتر هي جرعة إضافية ستعطي إلى الكل لتحقيق مكافحة الإرهاب بأسرع ما يمكن وبالتالي الجيش العربي السوري هو الذي اليوم يتقدم أولا في مكافحة الإرهاب وثانيا من خلال إنجازات العسكرية الذي تنصرف على موضوع الحل السياسي وكان آخره ما حدث في اتفاق السيطانة يعني وهذا يؤكد أن بالفعل ما أفردته الحكومة السورية سواء من خلال دكتور بشار الجافري أو السيد وليد المعلم في المؤتمر الصحفي الأخير أن أسباب قبول الدولة السورية بهذا الاتفاق هو الترجمة السريعة والعملية للتفرغ لقتال داعش وتنظيم جبهة النصرة وبالتالي بالفعل التوجه إلى دير الزور وإلى ما بعد دير الزور إلى الحدود العراقية أليس كذلك؟ نعم الحكومة السورية وكل الحجد الشعبي اليوم ملتف حول هذه الحكومة وحول هذه القيادة والجميع ملتف حول الجيش العربي السوري نشاهد اليوم المواطنين عندما يحرر الجيش العربي السوري أي موقع جغرافي بالآلاف يعود إلى مكان عمله وإلى مكان منازله ليتفقد أوضاعه وبالتالي عودة للحياة من جديد وبالتالي هذه الرسالة اليوم أصبحت واضحة للجميع اتنين مناطق التخفيف التوتر هي فرصة ذهبية لكل السوريين الذين تورطوا بحمل السلاح ويودون العودة إلى حضن الوطن فالدولة السورية تفتح زراعها السيد الرئيسي صحيح قالها صراحة بالأمس من خلال مرسيم العفو من يود العودة إلى حضن الوطن فالدولة السورية تفتح زراعها إلى الجميع ومن يود أن يخرج من هذه المناطق لمقاتل داعش ونصرة فهذا هو مطلب كل السوريين وبالتالي عليهم الخيار إما تنفيذ الاتفاق من خلال عودة جزء من الذي يغرر بهم إلى حضن الدولة السورية والجميع يكافح الإرهاب أو تلك الفصائل أن تنتقل إلى مقاتلة ومكافحة الإرهاب صحيح داعش ونصرة ليتحقق هذا الاتفاق وخاصة أن الضامن النظام التركي هي اختبار حقيقي له من خلالها صحيح وهذا ما أكده سيد الرئيس بالأمس أكد على أنها فرصة مزدوجة سواء للمسلحين الراغبين بالمصالحة مع الدولة السورية وتسليم السلاح وتسويق وضعهم أو باقي المجموعات التي تريد قتال بالفعل وبشكل حقيقي تنظيم داعش وجبهة النصرة حتى لو لم تكن تريد المصالحة مع الدولة نعم إذن نتفرغ لمحاربة الإرهاب نحن اليوم مقدمون على مرحلة جديدة ليست سهلة مرحلة صعبة حشود وآلاف من الإرهابيين موجودين على الأرض السورية الجيش العربي السوري هناك استراتيجية موضوعة من قبل القيادة العسكرية هذه الاستراتيجية ترفز بدقة هناك أسلحة نوعية حديثة يتعامل مع أفراد جيش العربي السوري من خلال القبرة الميدانية وبالتالي هي توفر مزيد من الوقت من خلال الإنجازات السريعة نعكست ذلك على تحقيق المصالحات وآخرها كان في الوعر وخروج الدفعة الأخيرة سيكون في عشرين من هذا الشهر وبالتالي نحن على موعد في عشرين القادم الوعر بكل أحداثياتها هي ضمن حضن الدولة السورية وكل مؤسسات الدولة ستكون موجودة في هذا أحد الإنجازات وبالتالي اليوم الدولة السورية ماضية على محورين المحور الأول هو مكافحة الإرهاب وماضية في تحرير سوريا من الإرهاب المحور الثاني العمل بديبلوماسية عالية والتنسيق العالي مع الشقاء الروس والشقاء الإيرانيين والشقاء في عزب الله وبالتالي منظومة مكافحة الإرهاب تعمل عسكرياً ولوجستياً بأعلى درجاتها منظومة الديبلوماسية السورية والروسية والإيرانية وكل القوى الحليفة تعمل بأعلى جاهزية اتفاق أسيتانا سيمهد الطريق للتخفيف من حدة التوتر وبالتالي سيطلق العملية السياسية إلى الأمام لتحقيق الاستقرار نعم سنتوسع بهذا المحور لكن كما أشرت إلى موضوع المصالحات وتسريع المصالحات والدفع بها قدما أيضا سيد الرئيس الأسد أشار وأكد أن الهدف الأسمى لهذا الاتفاق طبعا من جانب الدولة السورية هو وقف الدمار وتخفيف معاناة الشعب السوري وحرصا على حياة المدنيين الموجودين في تلك المناطق الأربع التي جرى تطبيق نظام وقف التوتر أو تخفيض التوتر فيها هل من حجة أو مبرر لأي جهة من الجهات أن لا تلتزم بهذا الاتفاق؟ للأسف لنا تجربة مع تلك العصابات الإرهابية المسلحة التي عانى منها كل السوريين والتجربة كانت في حلب كانوا يحتجزون الآلاف من المواطنين وعندما دخل الجيش وحرر مدينة حلب المناطق الشرقية اتضح الكذب الكبير ظهر آلاف من المواطنين يلتفوا حول جيش حلب السوري عكس ما كانوا يقولوا ويروجوا الخوذ البيضاء وهذه الحقيقة نشاهدها اليوم في الوعر جزء من الذي خرج من الوعر إلى المناطق الإرهابية وصلت الدفعة الثالثة اليوم يعود لماذا يعود؟ هناك البطش هناك الإرهاب لا يوجد حد أدنى من الحياة الكريمة وبالتالي اليوم الدولة السورية توفر بكل إمكانياتها تأمين المراكز الإيواء الحضارية التي تعطي للمواطن السوري حقه في الحياة ريس ما ينتقل إلى وضعه الطبيعي طيب الدول العربية وخاصة دول الخليج والدول المانحة من دول العالم خاصة ألمانيا تعطي الأردن خاصة وتركيا ملايين الدولارات على أساس أن هذه الدول تقوم بتقديم الرعاية لهؤلاء المهجرين أين تذهب هذه الأموال؟ لماذا لا تنعكس على هؤلاء دكتور؟ للأسف الشديد ما يأتي من أموال إلى تلك الدول الأردن أو لبنان أو تركيا تصرف على الإرهابيين تستغل في تجنيد الإرهابيين بدل من أن تعطى للمحتاجين ما شاهدنا على شاشات تلفزة هذه المأساة التي يعيشها السوريين تحت وطأة هؤلاء الإرهابيين الدول التي تأخذ هذه المساعدات من الأمم المتحدة لا تصرف على السوري تصرف لمزيد من الإرهاب ومزيد من الدماء وهذا ما شاهدنا في أكثر من منطقة جغرافية في سوريا وخاصة في مدينة حلب حاولوا تسييس مدينة حلب بشكل إنساني عندما دخل جيش العربي سوري وحرر مدينة حلب من الإرهاب ظهر الكل على حقيقته ظهر هذا الشعب الصابر الذي كان يتعرض لأبشأ أنواع التعذيب وأبشأ أنواع الإهانات من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وبالتالي حاول تلك الدول أن تسييس الموضوع بجانب إنساني لكن ظهرت الحقيقة واليوم تظهر أكثر في الوعر وتظهر أكثر في مناطق أخرى وبالتالي اليوم الشعب السوري في أعلى جاهزية في التفاف جميل جدا نبقى بالمحور الميداني والمشهد كما نراه أربع مناطق خفض للتوتر الحدود التركية الحدود السورية العراقية الحدود الأردنية والحدود مع لبنان التي أكد السيد حسن نصف الله بالأمس أنها أصبحت آمنة تماما وخالية من الإرهاب والإرهابيين حشود في الجنوب أردوغان هذه الدولة الضامنة لهذا الاتفاق برأي كيف ستتصرف هل ستستمر بهذا العدوان على الأراضي السورية يعني المرحلة القادمة هامة وحساسة جدا خاصة نحن اليوم على أبواب جينيف وجينيف كما تحدث سيد رئيس فتور بشار الأسد بالأمس حد الآن لم يتحقق أي شيء من مفاوضات جينيف على العكس تماما في كل مرحلة كانت كان هناك تصعيد وبالتالي اليوم نحن على عتاب جينيف القادم هناك تصعيد هناك حشود عسكرية نعم في الجنوب الغرض منها الضغط على الحكومة السورية ورفع معنويات هؤلاء الإرهابيين واليوم اللافت أن الإدارة الأمريكية وقوى اللذي ترفع رفع معنويات من من الإرهابيين؟ هناك مجموعات كثيرة داعش النصرة نعم نعم كل المتواجد على الأرض السورية أن الراعي الأول للإرهاب الدول التي تدعم الإرهاب اليوم هي موجودة ليس كوكلة بأسالة على الأرض السورية إذن الأصيل اليوم موجود إذن هذه الرسالة هدفها تحديد نصار المرحلة القادمة هم يريدون غطاء لألكيان الإسرائيلي عبر الجنوب يريدون فصل شرق سوريا عن غرب سوريا عبر الحدود السورية العراقية لا يريدون الالتقاء السوري العراقي في مكافحة الأرهاب يريدون أن يستثمروا داعش إلى أقرب ما هو المطلوب هنا من سوريا ومن العراق ومن باقي أقطاب محور المقاومة؟ طبعا نحن للرد على هذا المشروع نحن مبارح شاهدنا التصريحات بعد لقاء وزير خارجية روسيا لفروف مع الرئيس الأمريكي هناك رسالة كانت واضحة وتحذير أن أي عمل تقدم عليه الولايات التحدي الأمريكية أو أي دولة تحاول دخول أراضي سوريا بشكل غير شرعي سيواجه هذا الدخول بأفضل التكنولوجيا العسكرية الموجودة وبالتالي هناك زلزال عسكري سيحدث في المنطقة وارتداداته لا أحد يستطيع ضبطه والتصريحات كانت صريحة وواضحة وبالتالي التفاهمات التي سربتها بعد وسائل الإعلام عن لقاء وزير خارجية روسيا مع الرئيس الأمريكي أو وزير خارجية أمريكي هذه التفاهمات لا يمكن أن نبني عليها للمرحلة القادمة إلا وفق جنيف القادم إلا وفق ما سينتج عن تطبيق اتفاق أسيتانا هناك إجراءات ستتم هل الضامن التركي جاهز لتنفيذ هذا الاتفاق هل الإدارة الأمريكية جاهزة لمساعدة كل الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق أما هناك تصعيب قادم المشهد السياسي معقد حشود في جانب الجنوب الغرض ليس فقط الجنوب الغرض هو منع وصول الجيش العربي سؤالي لتحرير دير الزور والتحرير الرقة ومنع إقامة التواصل مع الجانب العراقي والجانب الإيراني وبالتالي هذا المشروع اليوم الولايات التحرير الأمريكية تعمل على إقاف تنفيذ الجيش العربي السوري مهمته في مكافحة الإرهاب هي تدعي مكافحة الإرهاب طيب اليوم هناك اتفاق خوف التوتر لماذا هذا التصعيب؟ أين الدول التي دعمت؟ هناك دول كثيرة دعمت الاتفاق تركيا وقعت أيضا نعم الذين وقعوا على هذا الاتفاق لهم اليوم فرصة ذهبية إما لتنفيذ هذا الاتفاق وإعادة الحسابات من قوى الدول الكبرى وخاصة البيئة التحدي الأمريكية لأن الدبلوماسية الروسية تلعب دور كبير في عدم حصول صدام ما بين الروسي والأمريكي وإن حدث هذا الصدام لا يستطيع أحد أن يتحمل التبعات الكيان الإسرائيلي ستكون الفاتورة الأكبر الذي سيدفعها الدول المجاورة لسوريا أيضا التي ترعى الإرهاب ستدفع فاتورة غالية القوات الأمريكية ستدفع فاتورة أغلى وبالتالي الرد سيكون غير اعتيادي هناك زلزال عسكري سيحدث في المنطقة إذا ما غامرت البيئة التحدي الأمريكية والدول الحليفة في التورط بعمل عسكري في جنوب سوريا لإقامة حزام أمني يحمي الكيان الإسرائيلي الإدارة الأمريكية اليوم بمحورين المحور الأول مصالحها بالدرجة الأولى الاستيلاء على خيرات الشعوب استعباد الشعوب السيطرة على السيادة والخط الثاني حماية الكيان الإسرائيلي دكتور عودتنا الدول المحركة للفصائل الإرهابية التي تعمل على الأرض السورية وتقوم بالتخريب أن تغير الأدوار وتلعب بالأحجار مثلا هناك فصائل اليوم وقعت على هذا الاتفاق في المناطق الأربع هناك نفس هذه الفصائل مرتبطة بفصائل أخرى ربما هي في حل من الاتفاق كيف سيتصرف الداعمون لهذه الجماعات الإرهابية؟ المشهد اللي عم نشوفه الاقتتال ما بين هذه الفصائل الإرهابية المسلحة هو بنفس الوقت صراع بين تلك الدول التي ترعى الإرهاب بين القطري والسعودي والإماراتي كل من هذه الدول له أجندة التركي له أجندة إذن هذه الأجندات عندما تختلف المصالح على الأرض ستتقاتل هذه الفصائل وهذا ما يحدث في الغوطة وبالتالي هؤلاء لا يريدون لا حوار سياسي ولا يريدون تنفيذ انتفاق أستنى يريدون مزيد من التدمير يريدون مزيد من الدمار لسوريا وبالتالي المشغل الأمريكي لحد الآن وأدواته وخاصة القطري السعودي التركي الأردني هذه الدول التي تفتك وتقتل بالسوريين لا زال مشروعها قائم هذه الأدوات الإرهابية من يستطيع ضبطها؟ إذا كان توقيع لزن في أستانا والاقتتال فيما بين هذه الفصائل هل التركي يستطيع ضبط هؤلاء؟ هل القطر يستطيع ضبط هؤلاء؟ هل السعودي يستطيع ضبط المشغل الأمريكي لم يعطي لحد الآن التعليمات لمدى مصداقية تنفيذ هذا التطبيق؟ نتمنى جنيف القادم أن تضع النقاط على الحروف من قبل تلك الدول التي وقعت وخاصة النظام التركي وأيضا الإدارة الأمريكية التي صدرت بعض التصريحات لجزء من التفاهمات ولكن هناك تصريحات أخرى متناقبة كيف تقرأ العلاقة الآن ما بين النظام التركي والإدارة الأمريكية خاصة بعدما وصفت بالضربة التي وجهها ترامب إلى أردوغان من خلال تسليح المجموعات الكردية في الشماء؟ الإدارة الأمريكية مثل ما ذكرت منذ قليل تلعب على تحقيق مصالح الاستراتيجية المصالح الاستراتيجي اليوم في دعم الأكراد في منطقة الحسك وفي الأراضي المتاخمة للحدود العراقية ليس من أجل الأكراد فقط وليس من أجل العداء لتركيا من أجل منع دخول الجيش العربي السوري إلى تلك المنطقة وبس سيطرته على الشريط الممتد على الحدود العراقية لعدم التقاء هذه القوات مع القوات العراقية وبالتالي هم يريدون تقسيم شرق سوريا عن غرب سوريا من خلال إقامة كانتونات طائفية قد يكون الورخة الكردية أحد هذا الكنتونات الذي تلعب فيها الإدارة الأمريكية وهذا في النهاية يؤذي تركيا بطبيعة الحالة نعم يؤذي تركيا لكن نحن لا نعوّل على هذه الطروحات التي تأتي إن كان من الورخة الأمريكية أو من قبل نظام التركي على مدار ست سنوات ما شاهدنا على الأرض هناك لقاء في الإديولوجيا وفي الاستراتيجية من قبل الإدارة الأمريكية والنظام التركي في دعم الإرهاب من كان لتنظيمات داعش أو جربة النصرة أو العصابات الإرهابية الأخرى الموجودة على الأرض السورية وبالتالي لا يوجد تغير حتى بعد توقيع الاتفاق لكن المصداقية أن هذا الاتفاق إذا صدر عن مجلس الأمن ستظهر المصداقية كاملة وخاصة من قبل الدول الدائمة العضوية يعني اليوم هناك مشروع روسي لتطبيق هذا الاتفاق عبر نجلس الأمن عبر قرار يتخذ من نجلس الأمن وبالتالي إذا اتخذ الأمريكي أو الفرنسي أو الريطاني الفيتو في مشروع هذا القرار إذن تظهر النيات على حقيقتها برأيك لديهم أسباب لكي يعترضوا أو أن يقوموا بوضع فيتو أو أن يكون التصويت غير أحد الطروحات الأمريكية التي سربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات يريد الأمريكي التواجد على الأرض السورية ليراقب إذا الأمريكي سيراقب هؤلاء الفصائل الذي هو يدعمها فتلك مصيبة وفكان الرد الروسي أن أي دخول للأراضي السورية يحتاج إلى شرعية وأزن شرعي من الحكومة السورية إذن هذا التصريح من الجانب الروسي أعطى رد على التصريحات الأمريكية التي صدرت من بعض بالتالي هناك موقف روسي حازم لأجل عدم تحوير هذا الاتفاق وأن يستفيد الأمريكي منه وتصريح المابوس خاص لرأي السوري بالنسبة للشركة الأوسط كان واضح الحفاظ على السيادة السورية عدم التدخل في الشأن السوري عدم دخول أي قوات على الأرض السورية إلا عبر التفاهم مع الحكومة السورية لأن الغرض الأمريكي هو تحت حجة دخول هذه القوات لمكافحة داعش والنصرة ومراقبة تنفيذ مناطق خفض التوارض طبعا الغاية الحقيقية هي الفصل ما بين سوريا والإيران نعم والغاية الحقيقية هي إقامة معسكرات أمريكية وقاعدة أمريكية على الأرض السورية لتستسمر كل الخيرات السورية لتستولي على السيادة السورية ولتقسيم سوريا دخل الأمريكي إلى أي مدى هذا الزخم الذي رأيناه في الأيام الماضية وخاصة يوم أمس كان هناك تصعيد كبير وزخم كبير من قبل قوات الجيش العربي السوري سواء في ريف حمص الشرقي أو في دير الزور وما بعد دير الزور وصولنا إلى الحدود العراقية إلى أي مدى يحبط هذا المشروع نحن اليوم نحيي الجيش العربي السوري نحيي كل أفراد هذا الجيش ضباط وصف ضباط وأفراد وعلى رأسه السيد الرئيس دكتور بشار قائد هذا الجيش الكبير الذي اليوم بهذه الإمكانيات الكبيرة التي وضعت وبهذه التكنولوجيا الحديثة التي موجودة اليوم في خوات المسلحة السورية وهذا التعامل الحديث بخبرات سورية وبالتعامل مع الأصدقاء الروس والإيرانيين استطاع الجيش العربي السوري أن يحقق إنجازات نوعية وستدرس في الأكاديميات العسكرية من خلال البسط سيطرته على مناطق صعبة في مكافحة الإرهاب كل الجيوش تدرب على الجبهات الجيش العربي السوري اليوم أصبح لدي خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب في داخل المدن وعلى الجبهات وبالتالي الاستراتيجية العسكرية اليوم السورية في أعلى جاهزية وفي أعلى ضربات نوعية وهي ستحقق الإنجازات العسكرية وما تحقق من انتصار كبير في حلب وما بعد حلب هي رسالة إلى تلك الدول أن الجيش العربي السوري على عازم حتى على تحرير كل الجغرافية السورية والقادم هو إن شاء الله دير الزور ستكون مقبرة لكل الغزاة سيكون هذا الدرس إلى كل من يريد أن يدنس الأرض السورية الجيش العربي السوري يتعامل معه بكل حرفية وبكل تكتيك عالي المستوى ليحقق الإنجاز العسكري الذي ينتظره كل السورية دكتور اليوم 12 شهر أربعة أيام حسب ديمستور على انطلاق الجولة الجديدة أو السادسة من جينيف في ظل كل هذا التصعيد في الجنوب وفي الشمال وأيضا زخم القوات الجيش العربي السوري الذاهبة إلى الشرق ماذا تتوقع لهذه الجولة؟ خاصة أن لدينا إنجاز في أستنى أربعة وهو اتفاق هو صامد حتى الآن لكن في جينيف وكما أكد السيد الرئيس الأسد أن جينيف حتى الآن خمس جولات والسادسة قادمة ولم يتحقق أي شيء يعني الحكومة السورية والدولة السورية ستدخل جينيف ولديها أوراق جديدة الأوراق الجديدة هي الامتصارات العسكرية التي حقها جيش العربي السوري جزء من الجغرافية السورية عاد إلى حضن الوطن على سبيل المثال الزباداني وموضايا وبقين الوعر ستكون خالية من كل المسلحين الإنجازات التي تحدث في شرق حمص الإنجازات التي تحدث في ريف حمى الإنجازات التي تحدث في مبعد الصخنة وتدمر على مشارف دير زور وبالتالي الإنجازات العسكرية ستفرض إيقاع على طاولة المفاوضات أو طاولة الحوار اتفاق أستانا سيكون أحد الإنجازات الكبيرة التي تزعتها الدبلوماسية السورية والروسية في أستانا أربعة وبالتالي ستكون جولة جولة اختبار حقيقي لما يسمى بالمعارضة السورية المرتبطة بالأجندات تلك الدول التي ترعى الإرهاد من خلال هذا الحضور وما هي الأوراق التي ستقدمها هل هم جادون في تطبيق الاتفاق أستانا هل ستكون أحد أوراق الجولة القادمة التركيز على حصن تطبيق وآليات والانتقال إلى مرحلة جديدة اتنين هل الوجود الأمريكي في جنيف القادم سيكون محرد الأدوات الإرهابية لمزيد من التصعيد ورفض كل ما تحقق في إستانا أربعة أم سيسهل الأمر لإطلاق الحوار السياسي إذن هذه هي العوامل المحددة لنجاح هذه الجولة ديمسورة قال هذه الجولة ستكون قصيرة من أجل الاستفادة من الزخم الذي خلفته الجولة الأخيرة من لقاءات أستانا يعني تبدأ ب16 شهر تنتهي ب19 شهر كانت الجولات سابقة أطول أسبوع أو أسبوعين مع اختتام جنيف خمسة هناك أربع أوراق كانت متفق عليها صحيح أربع سلل سموها نعم أربع سلل والأهم هو الإرهاب اليوم يضاف إلى الأربع سلل اتفاق أستانا إذن المحور الأساسي اليوم كيف سيتم تنفيذ هذا الاتفاق هل هناك جدية وخاصة من قبل نظام تركي هل هناك جدية من المجتمع الدولي وخاصة من الجانب الأمريكي هل هناك جدية من الحاضرين في جنيف ما يسمى معارضة الرياض في الالتزام بالسلل الأربعة وخاصة مكافحة الإرهاب إلى ما تم إنجازه في ستانا أربعة إذن هذه المصداقية ستظهر خلال هذه الأيام الثلاثة أيضا لدينا زيارة لافروف إلى واشنطن وما صرح به ترامب شخصيا كانت جيدة وكانت ناجحة وقال اتفقنا على أشياء جيدة يعني نحن لا نعوّل على التصريحات الأمريكية إذا كانت التفاهمات الروسية الأمريكية يجب أن تكون هذه التفاهمات مكتوبة لأن الأمريكيون يغيرون في الأصوال هناك تصريحات متناقضة البيت الداخل الأمريكي مفكك لاحظنا بالأمس قرار للتخزن الرئيس الأمريكي بإقالة مدير الـ FBI مدير تحقيقات الفيدرالية هناك تخبط في السياسة الداخلية تصريحات من البنتاجون تختلف عن البيت الأبيض تختلف عن مستشار الأمن القومي وبالتالي لا نعوّل على التصريحات وإن كان جزء مننا إيجابي جزء مننا إيجابي إذا سمعنا نقول هناك تفاهمات لكن هذه التفاهمات يجب أن تترجم إلى اتفاق مكتوب يصدق عبر المحافل الدولية لحتى يأخذ مصداقية كما اتفاق الستانة أربعة وبالتالي تصريحات أمريكية قبل انتخاب دونالد ترامب اليوم تختلف على أرض الواقع دكتور آخر فكرة يسمح الوقت بمناقشتها مع حضرتك زيارة ترامب إلى الرياض هذه الدعوة من الملك سلمان وأيضا بالمقابل دعا 17 رئيس وزعيم دولة عربية وإسلامية كيف تقرأ؟ يعني اليوم البيانة التحدة الأمريكية ومعروف مواقفة من الدول الخليجية النفط الخليجي في أيديهم كل السيادة الخليجية في أيديهم هم عبارة عن أدوات يحركها تحركها الإدارة الأمريكية إن كان ترامب أو ما قبل ترامب وبالتالي اليوم هناك حدثت في المنطقة جملة متغيرات وجملة أحداث وأهم هو العمل العدواني الذي قام في ترامب على الأراضي السورية صحيح وبالتالي يعني احتفال كبير بترامب في الرياض بحضور كل هؤلاء الرؤساء احتفال برئيس لم يقدم أي شيء للقضايا العربية هو أيضا مكروه من جزء كبير من الشعب الأمريكي هو قدم للجانب السعودي والقطري والسعودي يعني مفارقة من قبل حكام الله قدم لحكام الخليج ضربة إرهابية على سوريا وبالتالي هذه هي الحسنة التي فعلها ترامب هناك صفقات أسلحة تبرم بين الجانب الأمريكي ودولة الإمارات أيضا تم اتخاذ القرار عليها في الكونغريس وبالتالي هذه أحد الصفقات بأكثر من 2 مليار دولار وبالتالي هناك توزيع للعائدات من قبل هؤلاء الحكام إلى الراعي الأمريكي في حمايتهم واستمرار هذه الأنظمة المرتبطة إديولوجيا بالكيان الإسرائيلي وأيضا الأخطر من ذلك هناك نوع من التعاون أو هذا التعاون قائم ما بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي هو اليوم يريدوا أن يعمموه على كل الدول العربية هذا بالأمس حدث أن دولة الإمارات ومدينة دبي تحديدا ستسمح لكل الإسرائيليين بالدخول إلى الإمارات بدون تأشير الدخول وبالتالي هذا العمق الاستراتيجي صحيح ما بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي يريدون أيضا أن يحتفلوا فيه مع الرعي الأمريكي جميل جدا أيضا هناك رأي يقول في ظل رئيس أمريكي في حملته الانتخابية كان واضحا في العداء للإسلام وللمسلمين وللشرق وكان يقول أنه له يريد مصلحة الأمريكي فقط ومصلحة تجارته الرئيس مالية إن الهدف من هذا اللقاء أو هذا الاحتفال بترامب في الرياض هو لتحسين سمعته أمام الشارع العربي والإسلامي تحسين سمعته بدرجة الأولى واثنين هو صرح من جزء أيام أن حماية مملكة العرب السعودية آل سعود آل صهيون يحتاج إلى أموال إذن هو قادم إلى الرياض مقابل هذه الحماية لدفع الأموال الخليجية للإدارة الأمريكية لحمايتهم وبالتالي الأنظمة الخليجية كل اليوم ستدفع الفاتورة إلى الراعي الأمريكي لإستمرار في هذا النهج الصهيو أمريكي على تدمير المنطقة هناك 300 مليون عربي عندما يرون هذا المشهد الرئيس ترامب يأتي إلى الرياض يحتفل به كل هؤلاء الرؤساء لم يقدم أي شيء للقضايا العربية لا حتى في الكلام ولا بالفعل هل سينجح المنظمون لهذه الاحتفالية بأن يلمعوا صورة ترامب في صورة العالم الإسلامي؟ للأسف الحقائق واضحة اليوم كل الشعوب الحرة التي تشاهد ما يحدث لها تشاهد هذه الغطرصة الأمريكية تشاهد هذه الأنظمة البالية التي تحاول تدمير المنطقة وبالتالي اليوم الحقائق مكشوفة لدى كل الأحرار الموجودين في العالم كل الشعوب في العالم اليوم أصبح تميز حقيقة ما يجي وبالتالي ما ما حاولوا أن يلمعوا فالوقاحة الأمريكية والغطرصة الأمريكية والعدوان الأمريكي على الشعوب هو ممنهج وهو تاريخ أسود في تاريخ البشرية ولن يستطيعوا أن يمحوا هذا النظام الدموي الذي يقتل ويشارد الآلاف شكرا جزيلا للكاتب والباحث السياسي الدكتور سهيل فرح على كل هذه التحليلات والمعلومات والشكر الأكبر لكم مشاهدينا ودمتم في أمان الله